موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات إلياس مفتاح إن شاء الله في حلقة اليوم سأقدم لكم موقع دوروسنت موقع دوروسنت هو موقع من تصميم وبرمجة الأخ حميد أمويا هذا الموقع هدفه هو جعله أكبر مكتبة عربية تقوم بجميع الدروس والسرحات في عالم المعلوميات وكذلك سيتضمن دورات تعليمية من تصميم وبرمجة وكذلك شهادات متقدمة من الهاكر الأخلاقي كذلك الهدف من الموقع هو مساعدة المبتدئين في نشر مقالتهم وكذلك الربح عن طريق هذه المقالات كيف يمكنكم الربح؟ فقط بمشاركة إعلانات جوجل أبسنس لحسابكم في مقالتكم وبهذه الطريقة يمكنكم الربح المال عن طريق المقالات طريقة عمل الموقع هي سهلة جدا كل ما تحتاجه هو التسجيل في الموقع ووضع مقالة أو فيديو على حسابك سيتم مراجعتها من أحد المشرفين وسيرون هل المقالة أو الفيديو تحترم الشعود وسيتم نشرها بعد ذلك ابقوا معي سنرى كيف يمكننا التسجيل في الموقع كذلك كيف يمكننا وضع أول مقالة على موقع دروس نت أو فيديو وكذلك كيف يمكننا إضافة إعلانات أبسنس إلى حسابنا سنرى كذلك كيف يمكننا التسجيل على بيانات حسابنا إذن ابقوا معي بعد هذا الفصل إذن كما تلاحظون هذه هي واجهة الموقع للتسجيل في الموقع تذهب إلى التسجيل كعضو في الموقع بعد ذلك تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك وهنا ستختار صورة مثلا سنقوم باختيار أي صورة مثلا وسنضعها في الموقع نختار الدولة الجنس ونقوم بعمل تسجيل بهذه الطريقة قمنا بعمل تسجيل في الموقع الآن للدخول إلى الموقع تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بك ثم الباسورد هنا هذا هو الحساب الخاص بك إذا كما تلاحظون هنا الصورة التي اخترناها ثم اسم العضو لإضافة مقالة إلى الموقع تذهب إلى إضافة مقالة هنا إذا لديك اختيار بين هنا يمكنك مشاهدة جميع المقالات التي وضعتها هنا يمكنك مشاهدة جميع الفيديوهات التي وضعتها هنا يمكنك إضافة مقالة وهنا يمكنك إضافة فيديو سنختار إضافة مقالة وسنذهب إلى موقع إليسوفت وسنختار أي مقالة مثلاً هات المقال سنختار نأخذ عنوان المقالة وندعو العنوان هنا بعد ذلك نختار رابط الصورة إذن سأختار نفس الصورة وأضع الصورة هنا وهنا نقوم بإما كتابة الموضوع بكاملة أو فقط اختصار للموضوع بهذا الشكل ثم أضع بعض النقاط وأضيف رابط المقال بهذا الشكل إذن بهذه الطريقة من سيقرأ هذه المقالة سيذهب إلى الرابط الذي وضعته لقراءة المزيد وبالتالي ستحصل على زوار من موقع دروس نت إذن نقوم بإضافة المقالة وتم إضافة المقالة بنجاح بعد ذلك سنتظر تفعيل هذه المقالة سيقوم أحد المشرفين بمعاينة المقالة وتفعيلها بعد ذلك وبهذه الطريقة يمكنك وضع مقالاتك في موقع دروس نت إذن سنرى كيف ستظهر المقالة بالنسبة للزوار وستظهر المقالة بهذا الشكل إذن كما تلاحظون هنا هناك إعلاني لحسب سنقوم باستبدالها ووضع إعلانات AdSense الخاصة بنا إذن لوضع إعلانات AdSense على مقالاتنا نذهب إلى تعديل بيانات وهنا ستقوم بتغيير هذا الكود الكود الخاص بحسابك على AdSense إذن سنقوم بتجربة سأقوم بوضع الكود الخاص بي هنا ستقوم بإضافة إمداء خاص بك سيظهر أسفل مقالاتك أو فيديوهاتك إذن بالنسبة لي سأكتب مثلا إلى soft.info ثم ننقر على حفظ التغييرات إذن سنعود إلى المقالة التي قمنا بنشرها وستلاحظون أن ستظهر إعلانات AdSense مكان حاسوب التي كانت في الأول إذن كما تلاحظون هذه إعلانات AdSense الخاصة بك وتظهر أسفل المقالة الآن سنرى كيف يمكننا إضافة فيديو إذن لإضافة فيديو سنذهب إلى إضافة فيديو مثلا سأختار نفس الموضوع وما يهمنا في الفيديو هو هذا الكود الذي يوجد بعد V2Sewi سنأخذ هذا الكود ونضعه على حسابنا في دروس نت بعد ذلك سنأخذ العنوان ونضع العنوان في مكان المخصص له ونضغط على إضافة فيديو كما تلاحظون تمت إضافة الفيديو إلى حسابك في دروس نت وستنتظر تفعيل الفيديو كذلك من أحد المشرفين وبهذه الطريقة يمكنك التعامل مع موقع دروس نت إذن لحصول على زوار أكثر وأرباح أكثر في موقع دروس نت قم بنشر الموضوع الذي قمت بوضعه في موقع دروس نت على حسابك وكذلك الفيديوهات وبهذه الطريقة فقط يمكنك الحصول على مشاهدات كثيرة وكذلك زيادة أرباحك إذن كما تلاحظون موقع دروس نت حصل على ترتيب جيد في أليكسيا في مدة أقل من شهر هذا ما يؤكد أن دروس نت موقع ناجح جدا وسيساعدك في نشر مواضعك وحلقاتك هكذا أصدقائي أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن هذا الشرح قدرق لكم كالعادة لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة وبنقر على زر سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله كان معكم إلياس مفتاح